خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زملتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات صباح الفل عليك يا دينا صباح يا خليم حمد صباح الخير يا منا صباح السعادة وتفرع كل مصير صباح الخير يا دينا الجو برد صح؟ حاسين ببرودة الجو وحاسنا أكتر أن احنا ما بنخفش من دور البرد اللي بيجينا بصي الشتاء بتدى الشتاء بتدى ويا جمال الشتاء يا جمال الشتاء أو بنسبل مننا يا جمال الشتاء لنهاردة رقيت مننا لبسة جاكت وحنا جايين الصبح مكتبتش مصدقة نفسي بالنسباني بس بنصبح على حضراتكم مرة تانية وخلونا نبدأ معاك والنهاردة جولة مرورية في ملاطق مختلفة من مصر نطمئنكم على حالة المرور في محافظات مصر مختلفة هنبدأ معاك وجولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كبري أكتوبر واللي بيشهد كتفات مرورية وتباطئ لحركة السيارات أعلى الكبري ده بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه كمان من ملاطق وسط المدينة حتى مدينة نصر شارع رمسيس أيضا بيشهد كتفات مرورية هتبدأ تقل تدريجان لحد ما نوصل لغمرة وكبري 15 مايو كمان المتجه إلى المهندسين عليه كتفات مرورية لكن بالنسبة لشارع بورس عيد من نزل كبري أكتوبر بيشهد سيونة مرورية لحد منطقة الزاوية الحامرة فيه كتفات نسبية عند الويلي والحد كبري الساحل والأميرية والكرنيش من المضلات إلى وسط البلد فيه كمان كتفات مرورية بسيطة ومتقطعة أما كمان المتجه إلى المؤسسة ففيه سيونة مرورية معادة بعض الكتفات عند المضلات كمن معاك وجولتنا والروح محافظة الجيزة وهنبدأ من الطريق الدائري اللي بيشهد سيونة مرورية معادة بعض الكتفات عند النزلات لكنها متحركة بالنسبة لمحور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر بيشهد سيونة مرورية لكن المتجه للمهندسين ففيه كتفات معتادة ده قبل طلعت الدائري ميدان لبنان حتى كمان نادي الزمالك لكن بالنسبة لشارع الهرم بيشهد كتفات مرورية والكتفات دي بتزيد مع ساعات الضروة الصباحية كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات فيه كتفات للمتجه إلى كبري الجيزة المعدني وفيه كتفات تانية بتزهر في شارع السودان حتى جمعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بلاء ومبابة لكن بالنسبة لمحور صفت ففيه كتفات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة نروح معاكوا لمحافظة الأسكندرية وفيه طبعا كتفات مرورية عند كبري ستاني وعلى طول الكنيش وفيه كتفات تانية متفاوتة عند الإشارات بطول الكنيش أما باقي الشوارع الجانبية ففيه سيولة مرورية شارع جمال عبد الناصر فيه كتفات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كتفات مرورية لكنها متحركة ونروح معاكوا لمحافظة أسوان ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع هنلاحظ أن فيه كتفات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمنطقة أو لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كتفات مرورية كمان أيضا فيه كتفات مرورية في شارع الحددين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مسشف أسوان الجامعي في بعض الكتفات المرورية ومن جولتنا فيه شوارع ومحافظات مصر المختلفة يتمكننا عن حالة المرور تعالوا نطمئ معاكوا عن حالة الطقس النهاردة وجولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة هيكون الطقس مائل البرودة نهارا على قهيرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية فيه فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ده على فترات مطقة طعب أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري وقهيرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية بتمتد خفيفة إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة أيضا درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 18 وأعلى درجة حرارة هتكون في 36 وأقل درجة حرارة في كاترين 13 درجة هنتابع مع حضراتكم التقصي بالتفصيل لكن بعد شوية